أبارك لجمهور النادي الأهلي العظيم الفوز مبارح على سياتل ساوندرز الأمريكي مش بطل أمريكا بطل قارة بطل قارة أمريكا الشمالية عشان الناس أو يعني بتقول أو يعني بعض الصفحات على السوشيال ميديا بتقول ده بطل أمريكا لا ستوب هو بطل أمريكا ولكن هو بطل قارة تبتلعب النهاردة أبطل قارة يعني هو ما جاش لعب البطولة دي عشان هو بطل أمريكا لا هو جيل عب عشان هو بطل قر مكسب مبارح فنيا طبعا كاباتني الكبار في قناة النادي الأهلي تكلموا على هذا الموضوع فنيا طبعا أنا نفس استمتعت بتحليلاتهم الفنية كل الكاباتن كابتن إسلام الشاطر كابتن أيمن شاوي كل الكاباتن اللي جمبوا واللي بيكلموا عن كرة القدم الحقيقة أمتعوني ولكن أنا النهاردة هتكلم على حاجة مش بس منطلق فني هتكلم هل المكسب اللي احنا بنشوفه ده فنيات فقط كرة بس يعني السؤال هنا ده السؤال الأساسي عندي النهاردة وأنا بتكلم عن هذا هل المكسب اللي احنا شايفينه ده والأداء ده فني فقط الإجابة لا مش فني فقط الجزء الفني هو جزء ولكن هناك هناك أجزاء أخرى وهناك شغل تاني شغال بين الكواليس أنا أقول لكم عليه النهاردة لما تلاقي فئرة النادي الأهل اللي انتوا شايفينها في الملعب دي بتلعب بالشكل ده بالجمال ده بالأداء ده أنا لو مشاهد معرفش ان ده فريق جاي من مصر أو فريق جاي من أفريقيا اعتبره فريق أوروبي طب إيه اللي خلاني أقول كده اللي خلاني أقول كده هو الالتزام بحط تحت الالتزام دي 100 خط النهاردة لما تلاقي بعثة على رأسها كابتل محمود الخطيب أعرف ان البعثة دي هتبقى ملتزمة التزام متناهي وأنا متأكد وأنا مغمد لأن أنا مرت بالفترة دي كابتل محمود الخطيب مرة وكان من حظي الحسن أنه ترقص بعثة لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي في بيروت في لبنان وده كان حاجة مفاجأة لنا أن كابتل محمود الخطيب لما كان نائب رئيس النادي في هذا الوقت ترقص بعثة لكرة السلة دي بالنسبة أننا احنا مسافرين مبسوطين أن كابتل محمود الخطيب هو اللي موجود رئيس البعثة أول كلمة لهانا قبل ما نركب الطيارة عايز التزام أنت ما بتمثلش نفسك أو بتمثل نادي الأهلي بس أنت بتمثل مصر دلوقتي التزام مش عايز أشوف أي خروج عن النص بل عايز أشوف التزام النهاردة الالتزام مش على مستوى اللاعبين الالتزام على الجهاز الفني مبارح مستر كولر وقف على الخط لوحده لوحده بمعنى كلمة لوحده زي كل فرق أوروبا الراجل ما فيش أي تدخل من الجهاز الفني بتاعه ولا حد بيقوم نشوف يكلمه ولا حد يقوم يقعد ولا الكلام اللي بيحصل ده لا خالص هو قف على الخط مركز بيقايد في الورقة لو الكاميرا تنقلت على الفريق الآخر سياتر ساوندرز هتلاقي نفس الشكل الالتزام في اللبس كل الجهاز الفني لابست نفس اللبس ما فيش حاجة واحدة تقول ده ما تعرفهمش من بعض من كتر المتشابه اللعيبة ما فيش حتى حاجة مختلفة التزام متناهي ما شفناش لعيب مبارح حتى الرأكشنات بتاعت الوش ما فيش كله ملتزم عارف نازل بيقدي دوره بيلعب عارف انه بيمثل مئة مليون مصري مئة وعشرة مليون مصري حتى اللي مش بيشجعه النادي الاهلي بيمثلهم لان دي مصر طيب الالتزام من الجهاز الفني واللاعبين ما شفناش اي حاجة ممكن تعقر صفه هذا الالتزام وده انا متأكد وانا مغمد ان دي مش مش وليدي للصدفة دي وليدي شغل واجتماعات وكلام سواء من كابتن محمود الخطيب وفلق من كابتن ساد عبدالحافيز ان الشكل باكد طيب هقول حاجة تانية النهاردة لما اللعيبة المصرين العابوا بروح سلية افشا بتلاقي الروح دي والجهاز الفني وكابتن ساد عبدالحافيز ده طبيعي طبيعي انما الروح اللي انت شايفها مبارح من اللعيبة الاجانب المحترفة معنا في الفرقة ده اللي لازم نحط عليه الضوء النهاردة عندك ديانجة عندك حبيبي الكل معلول عندك بيرستاو عندك اللعيبة الاجانب حتى اللي ما لعبوش مبارح كانوا على البنش وما شاركوش لما تلاقي الروح النهاردة عليه معلول والله ما تقولش انه تقول ده واحد متربي جوه النادي الاهلي هو عنده عشر سنين طب الروح دي جات من اين الروح دي جات نتيجة انه بلعب في النادي الاهلي بس لا مش كده بس انه شاف المنظومة وعاش جواها وحبها الكلام ده يا جماعة يا جماعة والله العظيم الكلام ده اكبر بكتير جدا من فوزنا بس الفوز حاجة جميلة بس الكلام ده هو اللي بنا شعبية وهو اللي بنا سمعة النادي الاهلي لما تلاقي اللعيبة الاجانب النهاردة بيلعبوا بالشكل ده جوه الملعب ما كل دي رسالة لكل الجنسيات في العالم تفرجوا على الرياضة في مصر عاملة ازاي يا جماعة والله العظيم انا امبارح اكاد اكون مانمتش من فرحتي بالشكل الفوز كان فرحنا كلنا ولكن امبارح شكل الفرق انا بحس بتفرج على فريق ليفرفول مثلا واحسد فريق اوروبي بيلعب مش فريق يعني بجد يعني دي فرحتي النهاردة لما لاقي ديانج بيموت نفسه على كل كرة وداخل لما لاقي حمد فتحي كده هيقولك طبيعي ما هو لعيب مصري انما لما لاقي ديانج النهاردة بيرمي نفسه على كل كرة طب لما لاقي عالي معلول النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني في عزي تعب وما بيقفش ياخد نفسه عشان النادي الاهلي يطلع كسبان الشناوي كابتن الفريق النهاردة لما الجون بييجي بينطه وبينط في السماء 3-4 متر من فرحته الروح يا جماعة ما جاتش من فراغ الروح ما جاتش عشان لعيبة بس عايزة تكسب الروح جات نتيجة سيستم ونظام عادل جوالنادي نظام بيخلي اللعيب مركز بس في لعبه مركز بس في أداءه والله الكلام ده مشاعرات يا جماعة لازم كل واحد ينتمي للنادي الاهلي حتى جمهوره يفخر النهاردة وانا قلتها مبارح وهقولها اللي ما شجعش النادي الاهلي فاته كتير اللي ما شجعش النادي الاهلي وفرح الفرحة دي فاته كتير انا طبعا مع كل احترامنا للجميع انا بتكلم على شعوري انا حر انا مفروض ان انا اكون مبسوط وفرحان انا ما بغلطش في حد ولكن انا بقول شعوري النهاردة النادي الاهلي مدي شكل للكرة المصرية وشكل المصر وشكل الرياضة في مصر حاجة حاجة تانية خالص والله بجد يا جماعة حتى زميلنا من قناة النادي الاهلي اللي موجودين مع البعثة وجهة مشرفة جدا 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 وكنت بتكلم مع كابتل اسلام الحقيقة حاجة عاملين جهد وبيبزلوا مجهود عشان يطلعوا احسن حاجة نادي الاهلي حاجة كبيرة جدا يا جماعة وكل واحد ينتمي لهذه المؤسسة حتى لو بيقعد في الدرجات التالتة والله العظيم لازم يحس بالفخر ولازم يحس قد ايه النادي الاهلي نادي عظيم ومش بيكسب النادي الاهلي يعني النادي الاهلي يعني يعني مش عظيم عشان بيكسب يعني المكسب ده اخر حاجة النادي الاهلي يفكر فيها انما النادي الاهلي لما عشان عظمته بيكسب النادي الاهلي عظيم فبيكسب عظيم بمبادئه عظيم وبقيمه وبالتزامه يا جماعة مطشين ما شفناش هفوة ممكن تتخذ على العيد مطشين ما شفناش كلمة جمهور النادي الاهلي جمهور المغرب كله بيشجع النادي الاهلي يا جماعة يا جماعة كل الكلام ده لازم تشوفوه دي القوة النعمة نادي الأهل النهاردة جمهور المغرب اللي احنا من هنا بنحييه ومنشكره ويعني ومنقوله احنا مش عايفين نقولك ايه بأمانة جمهور المغرب مبارح كأنك بتلعب في مصر نادي الوداد ووداد الأمة خرج مبارح من البطولة ولكن جمهور المغرب بيشجعك المعلقين اللي بيزيعه حب لنادي الأهل جارف يا جماعة والله العظيم هو ده المكسب هو ده المكسب طب ريال مدريد هنلعب وهنلعب رجالة وهنقدي بالالتزام ده عشان تعداد المباراة محدش يعرف حاجة النادي الأهل يعلمنا مفيش طموح مفيش ثقف الطموحات هنشتغل وهنتعب والجهاز الفني هيشتغل ويختار أحسن تشكيل واللعب هتبزل جهد يبقى الدعاء ويبقى التوفيق وربنا عمره ما يتخلى عن فريق رايح عشان يلعب وعشان يقدي مش عشان أنا آسف يعني يكسب عشان يبقى فيه يا جماعة معلش أنا آسف يبقى فيه تطاول على حد أو خروجه عن ناص نادي بيفكر في نفسه بس نادي بيفكر يتطور من أداءه بس نادي بيفكر إزاي يكون أحسن أكيد ربنا مش هيخزل هذا النادي معلش أنا آسف والله الكلام ده أنا بتكلمه دخلت طبعا في القصة دي بس الكلمتين دول أنا من مبارح حاسس بيهم وقلت لازم أشاركهم مع جمهور نادي الأهلي قبل ما نروح لأخبارنا